اشتركوا في القناة اشتركوا في اندرويد ام وللأسف في اندرويد ام من نسخة البيتا للأسف الاصدار الرسمي النهاي من اندرويد ام تم حذف هذه الميزة فاتوقعنا ما كانت جاهزة او ما كانت مستقرة يعني تماما الان جوجل عادتها طبعا بامكاننا بالضغط التنقل بين البرامج المفتوحة هذه من الاشياء الجميلة اللي اضافوه بامكاننا بضغطين على زر الخيارات تشغيل تطبيقين في نفس الوقت يعني اراحف سلاسف الميزة الى حد الان مع العلم انه ما زالت نسخة تجريبية واتمنى انه يعني تكون نازلة بشكل رسمي على الاصدار النهائي من اندرويد ام فهذا الفيديو طبعا راح نتكلم عن اندرويد ام عن اهم الميزات الجديدة اللي جات في اندرويد ام وراح نتكلم عن طريقة تثبيت وفي اخر الفيديو ومتى سيصل الى جهازك باذن الله من الاشياء الجميلة ايضا اللي اضافوه في اندرويد اين هي قائمة الاعدادات السريعة والاختصارات اللي لاحظة في الاعلى عندنا بامكاننا الوصول الى الكشاف والى الواي فاي وغيرها طبعا بدون الدخول الى الاعدادات اللي هي قائمة الكوك سيتينج او قائمة شريط السحب يعني اضافوا ايضا اختصار الالة الحاسبة في شريط السحب هذا من الاشياء الجميلة يعني اللي اضافوه وبامكانك ايضا التعديل باضافة التطبيقات لكن لاحظوا انه فيه تعليق في بعض الوقت فالنسخة بيتة يعني لسه نسخة تجريبية هذه النسخة التجريبية الثالثة طبعا اول نسخة كانت في شهر ثلاثة وهذه الثالثة في كل شهر ينزلوا نسخة تجريبية طبعا هذه من الاشياء الجميلة اللي اضافوه في اندرويد ان انه يعني خيارات ومعلومات عن الاعدادات قبل الدخول اليها كم تطبيق قمت بتحميله والبطارية وما الى اخيره من الاشياء الجميلة ايضا اللي اضافوه في اندرويد ان هي الخلفيات او من الاضافات الجديدة يعني اضافوا كذا خلفية حديثة من الاشياء الجميلة ايضا اللي اضافوها في اندرويد ان عندنا تطبيق اكثر من تطبيق للمحادث هذا تطبيق سبيس طبعا بعض التطبيقات لم تصل وبعض التطبيقات وصلت لكن ما زالت في نسخة تجريبية هذا تطبيق Space للمجموعات بإمكانك الدخول إلى XQ55 أو المجموعة الخاصة بXQ55 جوجل أضافت أكثر من تطبيق الرسائل بعضها لم تصل مثل ما ذكرت التطبيق الخاص بالفيديو لم يصل لحد الآن وبعضها بعد التحميل لا تعمل فما زالت تجريبية من الأشياء الجميلة أيضا اللي أضافه هي عندنا الوضع الليلي الوضع الليلي اختصار الوضع الليلي في القائمة المنسدلة وفي شريط السحب العلوي بإمكاننا طبعا التشغيل التلقائي وبإمكاننا الاستفادة من هذا الوضع خاصة تحت الإضاءة المنخفضة طبعا هذه النسخة على Nexus 6P والجهاز الخاص بGoogle آخر جهاز طبعا خاص بGoogle طبعا أضافه عندنا توفيل البيانات هذه تصلح للناس اللي يستخدموا النت على الجوال اللي يستخدم شريحة الشريحة العيدية يعني أو شريحة بيانات محدودة يعني 5 قيقا أو 10 قيقا بإمكانك التحكم بها ومعلومات كثيرة عنها والأشياء اللي أضافوها أيضا قاموا بـ يعني تغيير ليقونات في الكاميرا و أضافوا تحسينات تحسينات على الكاميرا الكاميرا تقريبا كما هي لكن أضافوا بعض التحسينات على شكل الكاميرا الداخلية المتصل كما هو والرسائل ما زالت كما هي عندنا أيضا أضافوا أو عدلوا على أكثر شيء يعني قاموا بالتعديل عليه في هذه النسخة هي لوحة المفاتيح بإمكانك استخدام لوحة المفاتيح الفعلي أي بإمكانك توصيل لوحة مفاتيح بلوتوث وهذه بعض الاختصارات بلوتوث على اندرويد بإمكانك الاستفادة من هذه الاختصارات أما اللوحة الظاهرية أضافوا لها يعني بعض التحسينات وتغيير على الواجهة طبعا كانت موجودة في النسخ السابقة أو لوحة الطرف الثالث مثل السوفتكي وغيرها يعني شيء جميل لأنه تجي من اندرويد الرسمي أو اندرويد الخام بإمكانك إضافة أي صورة من الستيديو كخلفية للوحة المفاتيح طبعا تطور كبير للوحة المفاتيح في اندرويد كتكات مثلا كانت أسود ثم في لولي بوب أبيض ثم بعض التحسينات حتى وصلوا الآن إلى يعني تغيير جذري وكبير للوحة المفاتيح أيضا أضافوا الامو جي أو الابتسامات حسنوا عليها كثير بإمكانك أيضا استخدام لوحة المفاتيح بيد واحدة كما موجود في سامسونج والجي هذه من الأشياء الجميلة أيضا اللي أضافوها في لوحة المفاتيح أيضا خلال كتابة الأرقام تلاحظ أنه يعني لوحة المفاتيح تتغير وتظهر لك الأرقام في الأعلى كما كانت في الاندرويد المعدل وفي لوحات الطرف الثالث مثل السوفتكي هذه من الإضافات الأضافوها أيضا عدلوا كثير على الامو جي يعني من الأشياء الجميلة أضافوا إضافات كثيرة جدا وتطبيقات جوجل اللي أعلنت عنها في المؤتمر أكثر من تطبيق تطبيق خاص بالفيديو وتطبيق خاص بالمحادثات تطبيق بالمجموعات يعني أكثر من تطبيق ومنها تطبيقين خاصة بالمطورين لكن بعضها لحد الآن لم تصل فبإذن الله ستكون أو سنتحدث عنها بإذن الله في الإصدار النهائي هذا طبعا تطبيق Space هذا يعمل بشكل يعني لا بأس به تطبيق مجموعات مطور من جوجل أو تم تطويره بواسطة جوجل نلاحظ هذه مثلا مشاركة بإمكاننا الدخول على مشاهدة التعليقات في الأسفل وبإمكاننا أيضا مشاهدة الصور في الأعلى جوجل في هذا النظام ركزت كثيرا على المطورين وقدمت لهم يعني تطبيقين طبعا هذا زدار Android N النسخة التجربية الثالثة طيب طريقة التثبيت بإمكاننا الذهاب إلى جوجل سأضع الرابط فلسفة طبعا هذه نظرة على أول شي على النسخ شهر الثلاثة مارش كان أول نسخة وأربعة ثانية نسخة وميل اللي هو الشهر الحالي ثالث نسخة جون حتكون الرابع وجولاي اللي هو سبعة الخامسة والأخيرة في الكيو ثري كاتبين يعني في الربع الأخير ما أحدد يعني تقريبا تسعة أو عشرة أو 11 أو 12 هذا الربع الأخير طبعا سيصل إلى أتوقع يعني يصل إلى سامسونج والجي إذا وصل في بداية الربع الأخير في يعني نهاية 2016 إذا وصل قبل 2017 شي جميل جدا بعض الشركات مثل HTC تحدد يعني بعثاثها أشهر من يعني إصدار النسخة الرسمية من جوجل هذه الشركة تقوم بالإصدار النهائي لأجهزتها طبعا الإصدار بعض الشركات الأخرى في الإصدار النهائي لا تتكلم مثل سامسونج تأخذ يعني أحيانا 14 أو 6 شهر فأتوقع إذا نزل قبل 2017 على أجهزة حديثة مثل S6, S7, Note 5 فشي جميل يعني أتوقع بداية 2017 يصل إلى جهازك طبعا طريقة التحديث في السابق كنا نحتاج إلى Root وفتح Boot Louder الآن لا نحتاج إذا كان جهازك نكسس برير أو 6B أو 5X أو نكسس 9 أو نكسس 6 أو أيضا Xperia Sony Z3 بإمكانك تثبيت Xperia Z3 تحتاج فتح Boot Louder بقية الأجهزة جهاز نكسس لا تحتاج فقط قم بتزييل الجهاز طبعا للأسف إذا قمت بإلقاء تزييل الجهاز أنا من هنا سيقوم بإرسال الإصدار الرسمي لي لكن بمجرد تزييل جهازك هنا خلال 24 ساعة ستصلك النسخة البيتا وتقوم بتحديثها هوائي إذا أردت الرجوع إلى الإصدار الرسمي فقط أدخل على هذا الموقع وأضغط أو اختار إلقاء تزييل الجهاز وستقوم بجوجل بإرسال الإصدار الرسمي لك آخر إصدار رسمي يعني دون الحاجة إلى Root أو Recover وغيرها طبعا الطريقة القديمة ما زالت متوفرة بإمكانك تثبيتها عن طريق فتح بوتلاودر وغيرها إذا أردت ذلك ومشروح الطريقة في القناة وبإمكانك استخدام مثلا Nexus Road Tool Kit أو غيرها من الأدوات أو بإمكانك أيضا استخدام الطرفية والأفضل أنا بالنسبة لي أشوف أنه تستخدم الطرفية خاصة مع أجهزة Nexus كانت هذه نظرة على Android Int تمنى تكونوا استفدتم وهنا عندنا الأجهزة طبعا اللي بإمكانك تحميل التحديث لها آسف رقم AMD 5 أحيانا تحتاجه طبعا سونك سبيريا من الأول شركة تكون موجودة في هذا الجدول غير أجهزة جوجل أول شركة في حسب علمي أن تكون موجودة دائما في هذا الجدول فقط أجهزة جوجل بإمكانك تثبيت الجهاز بسيغة التار اللي هي TGZ والمد 5 تحتاجه إذا كنت تستخدم برنامج مثل Nexus Road Tool Kit أما إذا كنت تستخدم الطرفية لا تحتاج الMD 5 طبعا طريقة مشروحة في القناة باستخدام Nexus Road Tool كنت أظن بالطرفية وسنشرحها بإذن الله في إصدار آخر يعني في الإصدار الرسمي بإذن الله يوجد سلسلة كاملة للطرفية في القناة سنتكلم عنها بإذن الله من طريقة التثبيت وفتح البوت الأودار والتنقل بين جهاز و جهاز أتمنى تكونوا استفدتم أخوكم المثنى عبدات والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة